السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبائي بالقلب طلابي وطالباتي طلاب الأوثن الله يعطيكم ويرضع عنكم دنيا وآخر وصلنا معكم أستاذ في آخر إشي في كتاب الكيميا اللي هو حل أصلة الوحدة وحدة التفاعلات والحسابات الكيميائية طبعا أستاذ رح أشرح لك كيف كل شي قاعد بيصير كيف استنتجت الإجابة كيف حليات كل إشي بإذن الله رح يكون مشروح بدي منك يا أستاذ تكون مركز معي جنبك قلم وآله حاسبة طبعا أستاذ لا تنسى أنك الطول الدوسية من الوصف في الفيديو والواتساب والتيليجرام وكل هاي الشغلات اللي بتفيدك بتلاقيها جوه الوصف بالنسبة أستاذ لشرح المادة فهو نازل كامل تمام الحمد لله رب العالمين بتلاقيه أستاذ بقائمة التشغيل على اليوتيوب بتلاقي الفيديوهات مرتبة من التأسيس لآخر فيديو نزل اللي هو أسلت الوحدة فإنت إذا فيه جزئية حاسة حالك ضعيف فيها بتفوت وبتلاقي الدرس وبتلاقي كمان على الصور المصغرة اسم العنوان الفرعي فبتدرس إشي البناسبك والإشي اللي أنت مش فاهمه وإن شاء الله تعالى كل أمورها بتكون طيبة طيب نحكي باسم الله رحمن الرحيم وبه نستعيه طيب أستاذ خيرنا الرؤية عدوسية طبعا أنا رح أحل كل إشي كل إشي رح أحله كل إشي رح أشرحه عدوسية بس منشان أسرع تمام أسرع رتبته وننظمت كل إشي إن شاء الله بحيث أنه إحنا نستفيد بأكثر وقت لا بأقل وقت إحنا بهمنا الوقت طيب السؤال أول بيحكي لك وضح المقصود بالمفاهيم الآتي يفي عنا تعريفات بدنا نعرفها المولارية عبارة عن عدد مولات مذاب والمولارية عبارة كمان عدد مولات مذاب لكن المولارية في واحد لتر من المحلول أما المولارية في واحد كيلو جرام من المذيب حتى التعريفات بيختلفوا كتير المولارية مكابيتل بتساوي عدد مولات المذاب على واحد لتر من المحلول يعني عنا هنا V بوحدة اللتر ولمين يا أستاذ للمحلول طبعا هاي حكينا مولارية تمام مولارية عدد مولات مذاب على حجم المحلول بوحدة اللتر أما بالنسبة للمولارية اللي هي M small بتساوي N نفس الشي N A على واحد كيلو جرام يعني بنحكي M small اللي هي كتلة مذيب وليس كتلة محلول كتلة مذيب ولازم تكون بوحدة أستاذ الكيلو جرام تمام إذن في عنا فرقات هنا نحكي المولارية عدد مولات المذاب على حجم المحلول بوحدة اللتر هنا المولالية هاي عبارة عن مولالية عدد مولات المذاب على واحد كيلو جرام من المذيب تمام تمام أوكي تفاعل إحلال المزدوج هو تفاعل كيميائي يحل في عنصران عنصران كلهم من محل آخر في مركباتهما أو المحلول المائي لأملاحهما تمام المعادلة آيونية هي المعادلة كيميائية بظهر فيها الجسيمات هايكي مهمة الجسيمات يعني الآيونات المجوز سالبة تمام؟ تظهر فيها الجسيمات المتفاعلة وحتى الناتجة جميعا في المحلول كل الآيونات اللي موجودة عندنا في التفاعل المتفاعلة والناتجة جميعها موجودة والأستاذ جوا المحلول طيب رؤى السؤال الثاني بقول لك يتفاعل 200 جرام من الصوديوم مع من الصوديوم مع طلع أستاذ مع 200 جرام من الأكسجين احنا هاي عبارة عن أكسجين فسين دمجت بالكتابة هنا أكسجين أوكي أوكي أكسجين طيب إذن احنا في عنا 200 جرام صوديوم و200 جرام من الأكسجين شو قصتهم؟ طيب بحكي لك احسب النسبة المولية للصوديوم ولما يحكي لك نسبة مولية للصوديوم شو بكون قصده؟ بديك تشوف الصوديوم مع الأكسجين وبديك تشوف الصوديوم مع الناتج تعرف ليش؟ إنه ما أحدد لي قل لي إحسب النسبة المولية للصوديوم ما حكي لي مع الأكسجين ما حكي لي مع أكسيد الصوديوم فكونه ما حكي لي بشوف النسبة للصوديوم والأكسجين والصوديوم وأكسيد الصوديوم طيب يعني بدأ أشوفها مرتين إنه ما أحدد لي بالضبط فبحكي له النسبة المولية مثلا أنا هون بلشت بمين؟ مثلا بلشنا آه على بتقدر تحلها كي إنك بتحل بسط مقام بتحكي أربعة مول من السوديوم إلى مثلاً اثنين مول من أكسيد السوديوم هاي أول نسبة ثاني نسبة ممكن تحكي يا غالي يا غالي تحكي أربعة مول من السوديوم إلى واحد مول من الأكسجين هاي نسبة صح ولا مصح فأنت بتقدر تحكي بالنسبة للأكسجين أو لأكسيد السوديوم أو نكتبها بهاي الطريقة هاي الطريقة بحكي أنه السوديوم بالنسبة للأكسجين السوديوم بالنسبة للأكسجين يعني أربعة إلى واحد والصوديوم بالنسبة لأكسيد الصوديوم يعني أربعة إلى إيش إلى ثمين فبتقدر تكتب النسبة بالطريقة البدكية طيب بقى بقول لك استنتج المادة المحددة لتفاعل دائما أستاذ لما يحكي لك بدي المادة المحددة وتعرف لي إياها لازم 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 يكون معاك مولات لازم يكون معاك مولات يعني عدد مولات طيب إحنا شو معانا أستاذ معانا كتل إذا كان معاك كتل فلازم تحسب عدد المولات من خلالهم طبعا في لازم تكون معاك هاي معلوم معلوم هاي صارت معوم أيوة لازم يكون معاك معلوم كتل مولية هاي مش حفظ حسا باستاذ بالكتاب بأسلة الوحدة والدرس وممكن بأسلة الداخلية يعني أمثلة ما تلاقي كتب لك كتلة مولية بس هي ما بتحفظ لازم تنعطى معاك لازم لازم الامتحان تكون مكتوبة بدون ما بترفت حدي ومش حفظ أنا مش حفظها أنا بجيبها من هنا خلص كتابتها جيبتها من الجوجل بتفضل هي كتلة مولية ما بحفظهاش تمام فإذا الكتلة مولية بتنكتب معاك بالامتحان حسا عشان نحسب عدد المولات أو لاش نحسب عدد المولات إحنا هدفنا أستاذ نعرف المادة المحددة فأنا عشان أعرف المادة المحددة اتفقنا لهي المادة يا أستاذ الأقل فأنا لازم شرط أساسي أحسب عدد المولات للمادتين المعاي اللي هم الصوديوم والأكسجين فمنحسب عدد المولات لكل واحدة منهم عدد المولات الصوديوم بتساوي الكتلة للكتلة المولية طبعا كتلة الصوديوم أستاذ 200 جرام وحتى كتلة الأكسجين كمان 200 جرام الكتلة للكتلة المولية كم كتلة المولية للصوديوم؟ الصوديوم كتلة المولية أو كتلة ذرية 23 قسمها على الأقل حاسبة بيطلع معاك هذا الرقم طمام وبالنسبة للأكسجين كتلة على كتلة المولية كم كتلة الأكسجين؟ 200 جرام كم كتلة مولي الأكسجين؟ 32 تمام تمام 200 تقسيم 32 تلع معك هذا الرقم هاي شو هي أستاذ؟ هدولة الاثنين هاد وهاد عبارة عن عدد مولات متوفر شانه متوفر؟ يعني هاي التجربة متوفر معانا كميات من الصوديوم وكميات من الأكسجين كميات محسوسة تمام؟ هاي هي متوفرة هسه قديش رح يتفاعل لسه مش عارفين فانا نشوف المادة المحددة المادة المحددة هون ببلش إحنا عنا نتفلصف خانا نحكي ونعرف مين المادة اللي بتحدد التفاعل ومين المادة الفائضة وهاي الشغلة طيب فانا نعرف المادة المحددة الطريقة الأسهل الأستاذ اللي نمشي عليها نقسم عدد المولات اللي حسبناهم على عدد مولات للمعادلة والأقل بتكون هي المادة المحددة في عندنا بالاكتاب طريقة ثانية شرحتها كثير بالأمثلة لكن حكيت لكم أستاذ إن كل امتحام ممكن تلتخم وتصير تحكي أنا ضل معاي ما ضلش معاي هاي أقل وهي أكثر بتخش بالحيط أما طريقتي إنك تقسم عدد المولات لحسبتهم على عدد مولات المعادلة والأقل هي المحددة وكان الله بالسرع فرح أقسم عدد مولات أنا بسميها الفعلي على عدد مولات المعادلة الفعلي اللي هي موجودة معانا بالفعل تمام؟ على عدد مولات المعادلة للسوديوم فرح أقسم هذا الرقم تقسيم أربعة بيطلع معي هذا الرقم ونفس الشي بالنسبة للأكسجين بقسم عدد مولادة اللي حصلت عليهم اللي هم الفعلي تقسم عدد مولادة المعادلة اللي هو واحد إذا مش مكتوب رقم بيكون واحد قسمناهم طلع معنا هذا الجواب هسا مين محدد يا أستاذ المحدد هو الأقل مين أقل 2.018 ولا 6.25 دائما شوف الرقم الأول على الشمال وقارنه معي الثاني مين أكبر لستة أكبر طبعا الأقل هو المحدد إذن أستاذ الصوديوم هو المحدد لأنه الأقل إذن الأقل هو الصوديوم لذلك يعتبر المادة المحددة للتفاعل وسيكون جزء من الأكسجين فائد يعني الأكسجين راح يكون منه جزء فائد طيما تمام جعبنا على السؤال وقلنا له الأقل هو الصوديوم لذلك هو المادة المحددة أستاذ ممكن تساني سؤاله تقول أستاذ أنا شو بستفيد لما أعمل هيك بس تستفيد فايدة وحدة فيش غيرها إنك بتحدد المادة المحددة يعني أستاذ هاي الأرقام أنا بس ما أحدد المادة المحددة برجع لها ولا لا بقول لك والله أستاذ ما راح تستفيد منها بالمرة والله ما راح تستفيد منها بالمرة بس إنك تحدد المادة المحددة فأوعك ترجع لها ولا بأي مطلوب من المطاليب راح تلقيها لحد تمام طيب أوكي جيم قال لك يحسب كتلة المادة الناتجة طيب أوكي أنا عشان أحسب كتلة الـ N A2O تمام بدي أحسب كتلة هاي المادة عشان أحسب كتلتها لازم أعمل علاقة مع المادة المتفاعلة طبعا إحنا عنا مادتين أستاذ الصوديوم والأكسجين أنوا مادة أختار أختار المادة المحددة إحنا تفقنا أنه الصوديوم محدد فأنا رح أعمل علاقة ما بين المادة المحددة والمادة المطلوبة ما بين المحددة ومطلوبة اللي هي المادة الناتجة فرح احكي انه في عندي اربعة مول من السوديوم عاطوني تنين مول من اكسيد السوديوم هسه بتشوفه كيف يبني جاي استاذ هون عشان احسب كتلة المادة الناتجة اول خطبة بعمل علاقة ما بين المادة المحددة والماادة الناتجة عملنا علاقة بيناتهم هاي من المعادلة جبناها من هون استاذ من المعادلة اربعة سوديوم لتنين اكسيد السوديوم في طالب وطلب وقالوا استاذ ليش ما كتبنا الاكسجين لان استاذ الاكسجين هو مادة مش محددة هو بالعكس رح يكون فائض فانا ما بشتغل على الاشي اللي عليك الاشي المحدد اللي بشتغل عليه فرح احكي بالنسبة للمادة المحددة والمادة الناتجة هاي من المعادلة بعدين باكتبها نفسها بس مش من المعادلة من الفعلي من المحسوب او بيكون مكتوب بالسؤال اللي هو يا استاذ لو كان مكتوب هون مولات داخل السؤال باخدهم ما كان مكتوب كان مكتوب كتل حسبناهم وطلعت معنا عدد المولات هذا الرقم هذا هو عبارة عن عدد مولات كمية ومحسوسة وممسوكة داخل هذا التفاول تمام اذا باخد 8.7 بحكي 8.7 من السوديوم اعطاني ان مجهول من النواتج فعليا استاذ انا ما بعرف قديش عدد مولات النواتج ما اعطاني عنها بالسؤال ولا معلومة عن ناتج فما بعرفه انا بدي احسب اول خطوة استاذ عدد مولات النواتج فبعمل نسبة ما بين المواد المتفاعلة والناتجة مرتين مرة من المعادلة ومرة من الكمية المحسوسة اللي هي 8.7 الى عدد الله بيعلم فيه من عدد مولات اكسيد السوديوم بعدين استاذ بعمل ضرب تبادله بضرب هاد بهاد وهاد بهاد فراح تطلع عندك استاذ انه اربعة ضرب ان من ان اي تو او يعني عدد مولات مجهولة من اكسيد السوديوم بتساوي 8.7 ضرب اثنين تمام 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 استاذ انا شو بسوي هنا بدي احكي لك انا هون يا غيلي بعمل ضرب تبادلي تمام والرمز اللي جنبه رقم خلنا فرجيكي هاي كيف عشان فيه ناس ما فهمتها اوكي هسا استاذ هنا فيه رقم او عفوا هنا فيه رقم وفيه رمز صح انا لما منذر تبادلي خلص بشي للرمز ما بنزله تحت هسا هذا مجهول خلي فصارت عندك 8.7 ضرب اثنين واربع ضرب هذا المجهول تمام تمام فانا مشانيك يا استاذ بقولك اكتب الرموز مشان تفهم انه هاي متفاعلات هاي نواتج هاي متفاعلات هاي نواتج طيب بعد ما نعمل ضرب تبادلي هسا انت واضح معاك انك لازم تخلي هاي لحالها فراح تقسم على اربعة راح تقسم على اربعة تمام بعد ما تقسم على اربعة بيطلع معاك هذا الرقم مول مول يعني عدد مولات النواتج طبيعي استاذ يطلع معاك عدد مولات النواتج طب اذا طلع معاك عدد مولات النواتج خلصنا حال لا لان هو طلب احسب كتلة فراح نحول من مولات لكتلة في عندنا قانون واحد عدد المولات شو بتساوي الكتلة الكتلة المولية بس احنا راح نرتبه عشان نخلي الكتلة موضوع القانون فبنحكي واحد ضرب ام ام بتساوي ان ام ار ان ام عفوان الكتلة بتساوي ان ام ار طيب عدد المولات حسبناها هنا احنا نقول لمن استاذ هنا نقول لأكسيد الصوديوم مع الأكسيد الصوديوم اللي احنا حسبنا له عدد المولات فبحكي N هايها N MR نجيبها من رأس السؤال مش مكتوب معاك يا استاذ بالكتاب هايها هذا هو الكتلة المولية لأكسيد الصوديوم وإذا حبيت تعرف كيف حسبناها بحكي لك كيف تيجي استاذ عندك هنا NA2O صح? يعني كم صوديوم تنتين فبقي انا عندي ثلاثة وعشرين ضرب اثنين لانك انت عندك السوديوم تنتين زائد تيجي استاذ للمادة الثانية عندك اكسجيني واحدة فبتحكي زائد واحد ضرب ثلاثة وعشرين اكسجين طبعا استاذ لا اسف مش ثلاثة وعشرين الاكسجين هو هسراح تلاقيهم مكتوب اثنين وثلاثين صح بس هاي للأو تو شو نصة اثنين وثلاثين اه ستتعش صح هسراح افهمك انا شو قاعد بحكي ستعش تمام استاذ انا ممكن بالامتحان ما يعطيني الكتلة المولية لهاي على فرض ان انا بعرف احسبها فانا كيف بحسبها استاذ باعتمد على المعلومات الفوق هاي تمام تمام فبحكي انه الكتلة الذرية للصوديوم ضرب عدد ذراته زائد الكتلة الذرية للأكسجين ضرب عدد ذراته كم الكتلة الذرية للأكسجين في ناس اللي حكوله استاذة اثنين وثلاثين هاي للأو تو طب انا استاذ مش للأو تو رححكي لان انا هون عندي او واحدة فراحكي الكتلة المولية للأو بتساوي ستعش فهاي ما رح تكون مكتوبة ممكن تكون مكتوبة ممكن اذا ما كانت مكتوبة بدك تعرف ان هون واحد ضرب ستعش فتلاثة وعشرين ضرب اثنين اه ستة واربعين ستة واربعين وستعش ستة وخمسين اه ستين اثنين وستين بالظبط في اثنين وستين محسوبة صح هاي هي كتلة مولية كيف حصلتها استاذ ولا ايش بسيطة حكيت اثنين صوديم يعني اثنين ضرب تلاثة وعشرين نزيد واحد اكسجين ضرب الكتلة الذرية لأكسجين بس هون ما اعطيك للأو تو فانت لازم تاخد نصها لانه هون او واحدة تمام واخدناها بالعاشر والله العظيم اخدناها بالعاشر طيب معانا كتلة مولية نكمل تحت حسا تحت يا غالي بعد ما حسبنا عدد المولات حكينا عدد المولات ضرب الكتلة مولية اللي جبناها من فوق foi 62 بيطلع معاك كده بلي غرام وهيك انت خلصت لانه هو طالب منك كتلة المادة الناتجة طيب نشوف دال قال لك احسب كتلة المادة الفائضة اهів هاو اذا بتديك تحسب كتلة المادة الفائضة ركز معاين حسا بالنسبة لهون كتلة المادة الناتجة بتعمل نسبة و تناسب بتطلع عدد المولات بعدين بتحولها الى كتلة و امورك تمام هس كتلة المادة الناتجة او عفوا الفائضة دايما يا استاذ كتلة المادة الفائضة بتكون ناتجة بعد ما يتفاعل يعني بعد ما تتفاعل هاي المبادة مع بعض بيطلع معانا ناتج وفي ايش بتفاعلش بنحكي عنه فائض او مثلا مثال من الحياة انت لما تروح على المدرسة ويكون معاك مصروفك مثلا دينار تمام شريت وشبيعت والحمد لله روحت على البيت بتسألك الوالدة قد يتضل معاك من مصروف بتقوله وليما انا شريت بخمس سبعين بتقولها شريت شريت بخمس سبعين اذا كم ضل معاك فائض ربع ليرة فانا استاذ نفسي الفكرة هون بالكيميا رح اعرف قديش استخدمت وبخصمه من الكلي انت خصمت الخمس سبعين قرش من الليرة ضل ربع ليرة فهي كانت فائض نفس القصة هون رح نعرف قديش استخدمنا خلال التفاعل من المادة الفائضة بعدين بنعرف قليش قديش زاد يعني استاذ هيدا اقول لك هون المادة الفائضة احنا عرفناها انه هي الاكسجين لانه هون حكينا استاذ حكينا انه صوديوم ان اي حكينا هي محدد اذا الفائض من المادة الثانية دايما المادة الثانية بيكون فائض بس مش كلها بس منها رح يكون فائض اول خطوة بحسب عدد المولات اللي انا رح استخدمها من هاي المادة بحسب عدد المولات وبس احسب عدد مولاتها هاي المادة استاذ بروح بحسب الكتلة وبس احسب الكتلة بطرح الكتلة اللي انا استخدمتها من الكتلة الكليه اللي هي 200 جرام وبطلع معنا المادة الفائضة يعني يعني يا استاذ هاي انا راح احكي عن المادة الفائضة الاكسجين لكن علينا انا قبل ما اعرف كتلتها معرفة عدد المولات المستهلة خلال تفاعل عدد المولات المستخدمة خذنا نحفظ هذا القانون او المطلوبة بيقولك تساوي النسبة المولية ضرب عدد المولات المتغفرة تمام تمام فراها احكي انا راح احط النسبة المولية هيها النسبة المولية ضرب عدد المولات المتغفرة بالنسبة لمين يا استاذ اها راح تحكي له استاذ انهم مش فاهم اوكي بدأ اشرح لك انا هاي الفكر هون مش انا حكيت عدد المولات مطلوبة من الاكسجين بدأ اعرفها بعد ما اعرف عدد المولات المطلوبة بحول الكتلة بعدين بطرع الكتلة الكلية من الكتلة المستخدمة تمام طب مشان اعرف عدد المولات المطلوبة اللي استخدمتها هي غير عن المولات المتوفرة أستاذ إحنا متوفر معنا 200 جرام بس مش كلهم رح نستخدمهم عفوا 200 جرام كتلة مش عارف متى أو مش عارف قديش استخدمنا فأنا مش أنا أعرف قديش استخدمت بدي أعرف بدي أعرف القانون هون إحنا فوق يا أستاذ هون حسبنا هون هون عفوا هون حسبنا المولات المتوفرة مش المستخدمة ركز المتوفرة قلت لك هاي المواد جبناها معنا استخدمنا منها ما بعرف قديش فأنا هون تحت بدي أعرف قديش استخدمت طيب أستاذ أوكي أنا أستاذ بس عرف قديش استخدمت بسير عارف قديش فائد طيب إذن أستاذ إحنا هدفنا الأول نعرف قديش استخدمنا فأنا مش أنا أعرف قديش استخدمت في عندي قانون النسبة المولية ضرب عدد المولات متوفرة هاي النسبة المولية أستاذ طبعا أنت أستاذ شو هدفك هدفك تعرف بالنسبة للأكسجين هدفك تعرف بالنسبة لمن أستاذ عدد مولات بالنسبة للأكسجين فإذا كان هدفك تكون بالنسبة للأكسجين لازم لازم يا غيري تحكي للأكسجين يساوي شو يقصدك يا أستاذ مثل النسبة عندك ياب تحكي 1 مول أكسجين إلى 4 مول سوديوم أو بتقدر تعكسها صح ومس صح؟ هاي نسبة صح ومس صح؟ طب أستاذ أنت على أي أساس بتكتبها 1 أربعة مش أربعة لواحد أها أنا يا أستاذ هدفي يطلع معاي كذا مول بالنسبة للأكسجين فمشان يطلع معاي إشي بخص الأكسجين شو راح أعمل يا أستاذ راح أخلي النسبة تيجي السوديوم يقبال السوديوم مشان أختصر رمز السوديوم مع رمز السوديوم فبيطلع معاك الناتج بالنسبة للأكسجين سامحوني أنا قاعد بحكي بس حشان أفهمك الفكرة أو أنا ما عندي مشكلة أنا عادي ووقتي هديه إليك مو من أنك تفهم تمام؟ عدد المولات المطلوبة للأكسجين بتساوي النسبة المولية ضرب عدد المولات المتوفرة تمام؟ تمام؟ المتوفرة منجيبها من فوض معنا مشكلة طيب بس النسبة المولية فهمتك أستاذ ليش كتبنا هيك؟ مش بالعكس كتبناها هيك عشان أختصر رمز السوديوم ويطلع معاي عدد المولات المستخدمة أو المطلوبة بالنسبة للأكسجين ففعليا انتوان لما اختصرت السوديوم راحت تحكي واحد دار 8.7 تقسيم أربعة بيطلع معاك بالنسبة للأكسجين وهاي عدد المولات مطلوبة ورح نستخدمها خلال التفاعل يعني أستاذ هاي عدد المولات بتفرق عن هاي هاي متوفرة كلها المتوفرة لكن تحت بس المطلوب راح نستخدمه بس اللي راح نستخدمه تمام؟ إذا الأستاذ بضرب النسبة المولية ضرب عدد المولات المتوفرة وقلت لك أستاذ أنا لما قاجي أعمل بسط على مقام بخلي تحت السوديوم وبعود قيمته هون عشان أختصر السوديوم مع السوديوم وبطلع معاك الجواب بالنسبة للأكسجين فطلعنا عدد المولات المطلوبة لإستخدامها بعد هي чем спasserوه أستاذ بحول من عدد المولات إلى كتلة بحول من المولات إلى كتلة فلا مش كيلو غرام، آسف لأ إلى جرام شو دخلي الكيلو الأستاذ منحول إلى جرام حتى هون جرام أنا آسف يعني هذا آسف جرام شو دخلي الكيلو تمام؟ منحول إلى جرام وبعد ما أحول إلى جرام برجع وبكمل طيب إذا الأستاذ أنا عشان أحول من مولات لجرام في عندي قانون بيقول لك ان بتساوي ام على ام ار. عدد المولى تساوي الكتلة الكتلة المولية. نعمل ضرب تبادل بطلع معك. ام بتساوي ان ضرب ام ار. حلو. ان وين هي يا استاذ? ان حسبناها هيها. ضرب ام ار ضرب الكتلة المولية يا استاذ بالنسبة للأكسجين. اللي هي مكتوبة فوق. فبنيرجي هون. بحكي. بتضربة بادل بطلع معاك هيك. فاحكي كتلة الاكسجين بتساوي ان هيها. ضرب الام ار من راس الصفحة او لما كنا ننفرجكم اياهم. ضرب اتنين تلاتين. باطلع معاك كتلة. هاي الكتلة مش كتلة المادة الفائدة. لا استاذ. هاي كتلة المادة اللي استخدمناها. يعني انا استخدمت تسعة وستين فاص reference 76 من الاكسجين. هذا اللي استخدمته. من اصل قداش? من اصل ميتين جرام من راس الصفحة استاذ. من اصل ميتين جرام اهم. ميتين جرام من الاكسجين. اذا انا بطرح الرقم اللي طلعته من 200 بطلع معاك كمية الاكسجين اللي فائض اللي زاد. اذا الاستاذ هنا نطرح كتلة الاكسجين المستخدمة من الكلية. هاي الكلية 200 وهاي المستخدمة بطلع معاك يا غالي كتلة الفائض. بدي يعيد لك شو سويت بشكل سريع ورقز معاي والله يرضى عليكم ما بدي واحد من الطلاب يقول له استاذ ما فهمت رد علي. نقل لك يا استاذ بد اياك تعرفك الكتلة المادة الفائضة. بتقول له حاضر تبشر. كتلة المادة الفائضة. شو هي? استاذ? بتقول له المادة الفائضة عرفنا هاي محددة اوكي. إذن الفائد جزء من الأكسجين طيب أستاذ أنا مش هنأعرف كتلة المادة الفائضة لازم أعرف اللي استخدمته طيب مش هنأعرف كتلة المادة اللي استخدمتها لازم أعرف عدد مولاتها فأول خطبة بعرف عدد مولات المستخدم من المادة الفائضة فبحكي عدد المولات بتساوي النسبة المولية ضرب عدد المولات المتوفرة فحكيت لك أستاذ النسبة المولية يا أما أربعة واحد أو واحدة أربعة بس بكون ذكي كيف ده أكون ذكي أستاذ بأقول لك أستاذ أنا هدفي أطلع عدد المولات المستخدمة بالنسبة للأكسجين فمشانك أستاذ لما أكتب النسبة تمام باختصر الإشي الثاني يعني هون بعود صوديوم صوديوم عشان أطلع أكسجين وصلت هاي هي أستاذ فبطلع معاك عدد المولات بالنسبة للأكسجين بس إحنا هاي عدد المولات اللي استخدمناها منحولها للكتلة وبس حولها للكتلة بطرح الكتلة الكلية من الكتلة الحسب بطلع معي كتلة المادة الفائضة لزادت تمام؟ إن شاء الله يكون أموركم طيبة أستاذ أنا إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي أنا عارف أنكم أنتم بتحسوا شوية صعوبة لأنك أنت مش حاضر الشرح معي تمام؟ أنا قاعد بوصل لك الفكرة أول إيشي أستاذ اختيرها في عدد المولات اللي استخدمتهم بعدين بتحول الكتلة وبتطرح الكتلة هاي من الكتلة كلية وخلص طيب نجي للسؤال الثالث يتفاعل محلول الكلوريد النحاس مع محلول فوسفات البوتاسيوم فينتج محلول الكلوريد البوتاسيوم وراسب من فوسفات النحاس أجب عن الأسئلة الآتية أكتب المعادة الكيميائية الموزونة طيب بدي أعلمك يا أستاذ كيف كتبتها خلينا أمسح أنا الموازلة أو نكبر الخط شوية أوكي اللهم صل على اسم محمد اللهم صل على اسم محمد طبعا أستاذ إنت حاول والله إنقل المعطيات المعانا في السؤال وحاول بلش أكتب تمام أوكي بعد ما تنزلهم ما أقل لك هو ينتج يعني هنا لما يقول لك فينتج بدأك تحط سهم وبعدين الباقي بكون نباتج طيب قال لك هنا سي يو سي ألته سي يو واحدة هنا كم سي يو ثلاث فمشان هيك أنت مضطر تضرب هاي بثلاث فنضربت الثلاث بالسي يو ونضربت في السي أل فصار عندك ثلاثة ضربتنين ستة من السي أل زي ما عندك هون ستة سي أل خلي هون ستة ما بتحط رقم هون لا أوعك تعملها تحط الرقم قبل هنا ستة سي أل أو ستة كي سي أل أنا شو هادة في أستاذ كانت عندي ثلاث ضرب اثنين ستة سي أل بخلي هاي ستة فستة ضرب واحد ستة تمام بس انضربت كمان البوتاسيوم فصارت ستة في واحد ستة إذن ستة بوتاسيوم بخلي هاي ستة كيف وضربها بثلن خلصنا بل كنا أستاذ انت حلق لساتة ومش كامل أممكن نتأكد طيب ثلاثة سي أل أو عفوا ثلاثة سي يو ثلاثة سي يو ثلاثة بثلنين ستة سي أل ستة في واحد ستة سي أل ممتاز اثنين بثلات ستة بوتاسيوم ستة في واحد ستة بوتاسيوم اثنين ضرب بي تنتين رصاص وهونا اثنين مضروبة في البي ثانتين رصاص هنا بي اثنين ضرب أربعة أكسجين تمان أكسجين تمانية حلو وهونا كذلك ا二 ضرب أربعة أكسجين تمانية أكسجين كلها موازنة أمرة تمام قل ليك اكتب المعادلة العيونية بدي أكتب لك ايها قدامك في طلاب حكوين للأستاذ احنا في حينا مشاكن في المعادلة العيونية حكينا كيف نكتبها طيب ابشر اول شو استاذ انت راح تخدها موزونة اه ااسف ااسف شو عملت انا راح تخدها موزونة عملت رجوع شو صار يا زلمة يا الله انا كنت تعف شو دا سوي بدي اخلي المعادلة الاصلية ترجع شان انا خربشت عليها طيب عشان تكتب معادل ايوني استاذ دا تفصل كل اشي نصين خلينا نختار اللون الاخضر والرفعه تفصلها نصين تفصلها نصين مع عدمين استاذ اذا كان معاك راسب او سائل او غاز طيب فصلتها نصين فانت عندك ثلاثة من السيو وعندك ثلاثة باثنين ستة من السي ال واثنين ضرب ثلاث ستة من الموتاسيوم واثنين من البي او فور كامل هذه تعتبر مركب ايوني كامل ما تفكو هنا تفصلها نصين ستة كا وستة سي ال لانه مضروب ستة بالكا وبالسي ال وهاي بتنزل زي ما هي يعني ايه غالي بحكي بحكي عندي هنا ثلاثة سيو طب كم شحنتها استاذ بتقوله استاذ شحنتها من هون نجيبها كم هذا اتنين اذا سيو موجة باثنين تمام اذا هاي ثلاثة سيو موجة باثنين زاد ثلاثة مضروب باثنين حكينا ستة سي ال طب كم شحنت السي ال بتقوله استاذ في هون واحد الواحد هون يعني هاي شحنتها السالب واحد اذا هون السي ال سالب تمام انت قاعد تعمل در طب هذا الاستاذ هون مكتوب هون خلينا اعملك هون كلين مسح نحاول نوضحها اكثر هون استاذ هاي ذي اثنين بتجيبها هون بس بتكون موجب دايما الاول موجب وهون واحد بتجيبه هون بتكون سالب واحد تمام ثلاثة من السي يو وثلاثة باثنين ستة من السي ال اذا انا ثلاثة سي يو موجة باثنين ثلاثة باثنين ستة سي ال سالب زاد اثنين ضرب كي كدش استاذ اثنين ضرب كي ثري كم كي بتصير ستة اذا هون زاد ستة كي طيب موجب بقوله سالب لازم تعرف اه بتقوله استاذ هاي البي اوفور عبارة عن مركب ايوني كامل مركب ايوني كامل طيب اوكي وهاي الثلاث تيجي هون اذا هاي بتكون اها استاذ هاي البي اوفور شايفها هاي البي اوفور عبارة عن مركب ايوني كامل جسم كامل هذا الجسم الكامل كم عدده عدد واحد يعني هون في واحد هذا الواحد جيبه هون بتصير كي موجب تمام وهاي الثلاث جيبه هون بتصير السالب ثلاث وطبعا انت عندك ثلاثة باثنين ستة كي وعندك بي اوفور واحدة بس مضربة باثنين تمام انا قاعد في السردك كل شي قاعد بعمله تمام يعني يا استاذ احنا بصير معانا ياشا استاذ بصير عندنا اثنين ضرب ثلاث بصير عندنا ستة كي وحكينا الواحد هاد بيجي هون بس الاولى موجب اذا بتكون موجبه زاد تمام اه عنا بي اوفور هايها كم عددها استاذ بتقولي استاذ عددها اثنين ضرب بي اوفور اثنين بي اوفور طب كم شحنتها بتقولي استاذ هاي الثلاث الفحة فوق فبتصير سالب ثلاث اذا شحنتها سالب ثلاث بنعمل سهم عندك هون ستة كي سي أل طبعا كونه هاي واحد وهاي واحد اذا هاي موجب واحد وهاي سالب واحد اذا هون استاذ ستة كي بلس زائد ستة سي أل سالب تمام زائد هاي زي ما هي لانها راسب حكينا المادة الراسب نزلة زي ما هي ما من غيرها هايشي اذا هون سي يو ثري تمام سي يو ثري بي اوفور تو وعبارة عن مادة راسبة شكيت بحلك يا استاذ لازم تلاقي الاعداد والانواع متساوية وهتصفح ما كيف عندك هون ثلاثة سي يو موجب اثنين لازم تلاقي هون ثلاثة سي يو وافكرة لو رفعت هاي الاثنين بتصير سي يو موجب اثنين فهاي صح عندك هون ستة سي أل سالب وعندك هون ستة سي أل سالب نفس الشي عندك هون ستة كيم وجب وعندك هون ستة كيم وجب نفس الشي عندك هون اثنين بي اوفور سالب ثلاث وعندك هون اثنين بي اوفور وهي الثلاثة رفعت هون بتصير سالب ثلاث يعني انت قاعد تلاقي الاشياء متساوية طيب قل لك استنتج المعادلة النهائية يعني احذف الاشياء المتفرجة الاشياء اللي ضلت بالمتفاعلات والنواتج نفس الشي بنسميها متفرجة مين يا استاذ بطلع على المعادلة بلقى يا استاذ انه هون ستة سي أل سالب وهون ستة سي أل سالب زي بعض اذا هذا متفرج بحذفه في المعادلة التحت بطلب مني بطلب مني ايش استاذ هون المعادلة النهائية لما يطلب النهائية اشطه بالاشياء المتفرج اللي زي بعض شطبناه في كمان لسه اه ستة كيم وجب شايفها وهيها احذفها حذفناها نزل الاشياء الثانية زي ما هي ثلاثة سي او موجب اثنين اثنين بي او فور سالب ثلاث واخر اشي عن بكها بتنزلهم تحت بنفس العدد طبعا ثلاثة 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 اثنين اثنين مع الشحنات مع الاعداد كل شي هاي معادلة النهائية طيب السؤال الرابع حسنا خلصنا من السؤال هذا امورها تمام معادلة وزنناها وكتبنا معادلة ايونية واستاذ انت اذا عندك مشكلة يعني رجعني استاذ انك تكون عارف كيف تتعامل مع الامور يعني انا هون بده بس هاي بس مشان اريح ضميري اثنين كي ثري بي او فور استاذ البي او فور هذا جسم كامل كيف انت بتلاقي واحد اسم مبركب محمد خالد نفس الشي هون هذا جسم كامل هذا الجسم الكامل عدده واحد اه فهذا الواحد بنجيبه هون فبتصير كي موجب وهي ثلاث بنجيبه هون بتصير سالب ثلاث لانه الاول موجب والتاني سالب بعدين استاذي بتحكيي لي اثنين ضرب ثلاث ستة كي واثنين ضرب واحد اثنين فبتصير اثنين بي او فور سالب ثلاث يعني هاي مشان تفهم انا شو قاعد بساوي طيب السؤال الرابع احسب كتلة الحمض بدين احسب كتلة الحمض الموجودة في حجم من المحلول مقداره مية وخمسين من وتركيز خمستاش بالمية مولر ام كابيتل ادلك انه هاي مولرية مولرية طيب اذا استاذ انا عشان احسب كتلة الحمض لذا اشتيال cadضب اعد معاي معطيات بقدر اعرف شو القانون اللي بسألني عنه كل ما بدأ اعمل شوف طلب مني كتلة حجم بس انا معاي هنا حجم طبعًا حجم ملميل معاي هنا تركيز بحكي اه ها هنا في عندي قانون hostad القانون governors وهو ان بتساوي ام على ام ار بنرتب القانون بنطلع ام الكتلة بس استاذ بالقانون هاد انا ما معاي عدد ملات وانا عند اجي عدد ملات بدي قانون فيو عدد ملات بس هون حكالي عن التركيز ففي عندي قانون فيو عدد ملات وتركيز انه هو احد ا موجود بحكي عدد الملات بتساوي ام على في وحدة اللتر هاهه القانونباح سيكونha استاذ ان هذ سبحث بانو اعصابة ان اذا حسبه ان على هاهه القانون من خلال ان باحسب الكتلة لأن plains اصلا الكتلة الملية محسوبه بس مش موجوده بالسؤال بتكون معطيات لازم لازم تكون معطيات بس السؤال بالكتاب مش مكتوبه فمن يت pulp فيول ما اريد الاكتابه انش ا beispiel استاذ ي reelي انا انا الهدف احسب احسب كتله basic بسان امر انا ابحسب هذه القتلة لازم يكون معي عدد ملات من خلال التركيز على الحجم باجي أستاذ بحكي التركيز معاي حجم معاي مثل حجم 150 مل بقسم على ألف مش هنطلع لتر 150 تقسم ألف 15 بالمية زي ما انت شايفين هون أستاذ هاي عشان انشو نسوي أستاذ نحول من مل إلى لتر بالقسمة على ألف قسمتها ألف طلع معاي حجم المحلول بوحدة اللتر هسا نحكي على قانون التركيز إن بتساوي أم على ذي هذا هو القانون إن بتساوي أم في آسف 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 والله زهاي مر يا أستاذ هو أنا أصلا القانون حافظه بس أنتو أنتو يعجبتوني القانون كان معانا إن ها هيك هيك كنا نحكي إذن نحسب إن بتساوي أم في بس هو زهاي مر يا أستاذ معينكم الله بالله نسيت أوكي إن بتساوي أم في كم التركيز هيو وكم الحجم هيو بس حولناها للتر نضرب الاثنين ببعض بطلع معانا عدد مولات عدد مولات إيش أستاذ المادة المعانا طب هو طالب إيش أستاذ طالب كتلتها فبنا نرجع للقانون هذا ونحول بس نتأكد من الرقم هذا تأكد سريع 0.15 ضرب 0.15 بطلع معاك 0.0.225 صح إحنا بعد يا أستاذ ما حسبنا عدد مولات ما خلصنا حل إنه هو طالب كتلة فبدي أحكي أنا بدي أحول من مولات إلى كتلة هذا القانون بدي أنا أحسب كتلة صح فبعمل ضرط بادلي واحد بمم بتساوي نمر حلو هاي أنا فرجيتك يا أون كيف سويتها فبحكي نمر إن قديش إن حسبناها مر قديش معطا معاك من نفس السؤال 36.5 ضرب 36.5 اللي هي عبارة عن مر هيك يا غالي أنت بتكمل وبطلع معاك بوحدة الجرام وهيك حسبت كتلة المادة لطالبها منك إذا الأستاذ أنت مفتاحك من وين كان مفتاحك من التركيز من التركيز حسبنا عدد المولات وكملنا ومورنا كانت تمام اعذروني على القانون على فكرة حاوضة زي اسمي وبجزي استغرب وهذا بالجامعة إن هلاكنا وإحنا نحل عليه إن هلاكنا كثير حلينا عليه رح يمر معاك رح ضلي يمر معاك بالتوجيه يمر معاك صح السؤال الخامس بقول لك يوم لأن نظام التبريد في السيارة الروديتر وكي بتعرفوه بمحلول الماء ومحلول من الإيثين لمنع تجمد الماء خلال فصل شتاء هبكون لونه أخضر طبعا للبرق فيه إشي أصلي وفيه إشي ماشي أصلي قال لك يحسب تركيز المولالي 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 اللي هو بتساوي م على الكتلة بوحدة كيلو جرام بوحدة كيلو جرام تمام؟ طبعا تمام احسب تركيز المولالي هاي عبارة عن مولالي تركيز المولالي اللي هو محلول غلايكول إيثين تكون بذابة 300 جرام منه هاي عبارة عن مذاب الإشي اللي ذوبناه تمام آم نقرأي كل إيثين تكون بذابة أيوة فيه 450 جرام من الماء المقطر الماء المقطر هو المذيب صح؟ هو المذيب إذن أنا أستاذ هنا لما حكيت بدي عدد مولات على الام بسمول حكينا عبارة عن كيلو جرام بس من مين هاي أستاذ من مذيب انتبهي أستاذ إنه من المذيب مش نالمحلول ما رح تحسب كل الأشياء المعاك لا فراحكي عدد مولات على مسمول هي كتلة لا أسف هي عبارة عن آآ آآ كتلة المذيب بالكيلو جرام كتلة المذيب بالكيلو جرام هاي لام اللي سمول وهاي لام اللي سمول بخربطوك در بالك هاي معناها مولال المولالية وهاي كيلو جرام من كتلة المذيب طيب أنا عشان أطبق خاض القانون لازم يكون معاي عدد مولات للمذاب ولازم يكون معاي كتلة المذيب بالكيلو جرام طيب هل معانا عدد مولات للمذاب بتقولي لا معناش معانا بالي جرام إذن هون إحنا رح نطلع عدد المولات اللي هو بساوي الكتلة على الكتلة المولية بتحسبها وبتكمل الأمور قد تكون تماما أما بالنسبة لكتلة المذيب حكينا اللي هي 450 هاي كتلة مذيب لازم نحولها للكيلو جرام لازم عشان إحنا القانون بيقبلش إلى الكيلو جرام فراحول من جرام إلى كيلو جرام حولناها وهاي لمن أستاذ للمذيب طيب بنحسب عدد مولات المذيب لأن أستاذ قلت لك هذا القانون بده عدد مولات وانت معاك كتلة عدد مولات ساوي كتلة على كتلة مولية قسم لي 300 تقسيم الكتلة المولية والهي 62 لازم تكون معطاة معاك أتوقع بالكتاب مش مكتوبة لازم تكون معطاة مش هنتعرف الحل طيب بتقسم 300 تقسيم 62 بيطلع معاك كذا مول عبارة عن عدد مولات يا غالي من هاي المادة المذيبه بتروع القانون المولة لي شو بتساوي إن اللي احنا حسبناها على الكتلة بالكيلو جرام للمذيب وإحنا عفكرة حولناها فبتقسمها بيطلع معاك مول لكل كيلو جرام هو عفكرة أنا ما كتبت هيك أنا كتبت هيك مول لكل كيلو جرام بس انت بتعرف لما كبست انتر صارت بسطة مقام يعني النظام بزنخ المهم إنه هاي عبارة عن المولالية هاي هي المولالية تمام 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 نيجي للسؤال السادس طبعا أنا كنت بدي أحل كل إشي حل لكن محتار أحل طب الطالب شو بدي بدي يشوفني وانا بحل ولا أعلمك كيف تحل لا بدك أنت أعلمك كيف أحل صح كيف تحل فأنا إن شاء الله تكون تستفد طيب قل لك استنتج الخطوات العملية لتحضير محلول من فلوريد البوتاسيوم خطوات عملية خطوات عالمية عملية يعني أنت كيف بدك تشتغل في المختبر أنا بدأ أحكي لك كيف أشتغلت وانت بتصير كأنك تتخيل حالك تمام المحلول تركيزه باستخدام نصف كيلو من الماء المقطر طبعا أعطاني هنا مول لكل كيلو جرام شو هاي أستاذ المول لكل كيلو جرام هاي عبارة عن مولا لية أنا رجعت لسؤال فوق عشان أفرجيك أنه هذا التحت في عنا هون سؤال إشي متشابه مع الفوق الوحدة إذا كانت الوحدة مول لكل كيلو جرام إذا هو بحكي لك عن مولا لية المول لكل كيلو جرام هاي مولا لية طيب شو نسوي يا أستاذ إحنا نكتب الخطوات العملية بس أنا مش هنأكتب الخطوات العملية لازم أعرف قديش أنا الإشي لوزنته واستخدمته في الميزان وعملت فيه محلول وهاي الشغلات مام؟ فهو معطيك التركيز أنت بتقول له أنت كونها حكيت لي مول لكل كيلو جرام إذا أنت بتحكي لي عن مولا لية والمولا لية بتساوي N على V لا آسف N على كيلو جرام من مين يا أستاذ تفقنا حكيناها قبل ثواني من موذيب أيوه من الموذيب طيب هل معانا عدد مولات هل معانا كيلو جرام بتقول الأستاذ إحنا معانا كتلة الموذيب بتقول لي هاي عبارة على نص لتر قسمها ألف طلع معاك 0.5 لتر هو كيلو جرام نفس اللتر أصلي بيطلع معاك 0.5 كيلو جرام 0.5 كيلو جرام هاي عبارة عن كتلة الموذيب تمام إلا هي هاي طب أستاذ هل معاك عدد مولات بتقول لي لا ما معاك عدد مولات اقرأ ما معاك بس أنت معاك هون أستاذ المولة لي بحد ذاتها هاي محل M فأنت معاك هاي معلومة ومعاك هاي معلومة بتطلع N وبس تطلع N بتقول له هاي عدد المولات منحولها لكتلة ليش نحولها لكتلة مشان تحكي والله أنا مسكت 20 جرام من مادة كذا عملت فيها كذا هذا هو الهدف تمام طيب نحسب كتلة المادة التي تم تحضير المحلول فيها لكن لدينا مولالية وتم تعرف ذلك من خلال الوحدة طالعوك هاي ت Aloha بيطلبلك التفسير من خلال الوحدة مولا كل كيلو جرام هاي بيدلك الوحدة انها هي مولالية إذا يجب أن نحسب عدد المولات ثم نحسب الكتلة إذا أنا لازم أحسب عدد المولات هاي وبس أحسب عدد المولات بروح بحسب الكتلة وبقول لك الكتلة معي طيب إذن يا غالي منطبق على القانون طبعا أول شي حكينا منحولها للكيلو جرام حولناها نجعل القانون المولالية هاي إشي اسمها أستاذ مولالية بتساوي عدد مولات على وزن المذيب بالكيلو جرام هاي مطلوبة طبعا إحنا هاي معانا حكي لها هاي 25 ربع يعني تمام بالضربة تبادلي بطلع معاك يا غالي هذا الرقم أتأكد منها واحد في أن أن صفر فاصل خمسة وعشرين صفر فاصل خمسة وعشرين ضرب صفر فاصل ينوص بطلع آميمية الحمد لله أنا كان هنا مركزها تمام بطلع معاك كذا مول من مين يا أستاذ هاي المول تبعت مين مذهب الإشي اللي ذوبه هو عدد مولاته هاي بس إحنا ما نتعامل مع مول يعني أنا بالحياة الواقعية بدي أقولك والله عطيني مول من الصوديوم لا لا بطلب منك كتلة بس إحنا بعد ما نوزن كتلة ونجد التفاعل بقولك بدي كم عدد المولات تحسبها تمام؟ إذن هون طلعنا مولنا نحولها لكتلة حولناها للكتلة فطلع معاك الكتلة بالجرام موي 100 مية أوكي حسبنا لجرامات حسنا هون إنت بقولك روح المختبر تجيب كذا جرام فهي الخطوات نأخذ كتلة دقيقة من كيف طبعا كيف عبارة عن مادة ملحية جزدنا أبيض كمان أو أزرق زي السرف ممكن المهم أنها مادة ملحية باستخدام ميزان دقيق في عندنا بالوقت أبار ميزان ولدرجة أنه هو دقيق لما أنت تقرب عليه بيصير يوزن ابعد عنه بيصير صفر ميزان دقيق جدا حتى الهواء بوزنه هذا الميزان الدقيق منحط عليه كتلة معينة من كيف طبعا كيف عبارة عن هذه الكتلة منجيب ورقة أي ورقة منحطها على الميزان ومنصفرها عليه بعدين فيه زي معلقة بتحط عليها من هذا الملح لهو كيف وتوزنها لا حد ما توصل لهذا الوزن بعدين منحضر كأس زجاجي ونغسله جيدا بماء مقطر بماء مقطر يعني أستاذ بتجيب علبة خينا نحكي أو بسموه بيكر بتحط فيه الملح بتحط فيه شوية مي مقطر بس قبل هيك لازم تغسله صح هذا البيعاء بتغسله بس مش تغسله بمية الحنفية حتى مية الحنفية فيها أملاح فراح تغسله بمية مقترة في مية مقترة بالمختبر بتغسله بضلق تحرك 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 وتكبه ومرة ثانية بتصير نظيفة ما فيها أي شي بعدك او ساشو بتسوي بتروح بتجيب الملح هذا وشوية مي مقطر ضلق حرك حرك لحد ما يذوب حرك 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 لحد ما يذوب بتديرهم بإشي اسمه فلاسك هذا هو أو شو سموناه احنا بالعربي سميناه دورق حجمي دورق حجمي درنا فيه الدورق الحجمي الكمية اللي ذوبناها بس مش راح الذوب كاملة منذوب شوي بنديرها بل نرجع نذوب منذير عبل ما انه خلص المادة كلها الذوب راح تلاقي انه هادو انت عبيته هالقدة شو بتسوي بتصير تعبيه مية تعبي تعبيه طبعا تعبيه تخليك كله دايب اوه تخليك مش دايب لحد ما توصل فيه هنا اياش زي خط انت في عندك تقاعر للمي انت في عندك منظور في المختبر انا نسيته يعني نسيت كيف الالية نقل نتطلع على المحلول انه وصل للخط وهي الامور بعدين استاذ شو بعدين منحكي انه والله عبينا هذا المحلول وبكون مكتوبة للحجم بدنا يا مثلا الحجم خمسمية مل احنا معانا هون خمسمية مل مثلا اللي هو نسكة له خمسمية مل طيب اوكي فعفكرة هذا الكتلة ما راح تغير من الحجم لانه هي اصلا هي ذايبة جواته يعني كلهم كانت جسم واحد طيب اكل حال انكمل فبقل لك نحضر كائس زجاجي ونغسله جيدا بماء مقطر نضع الكتلة في كائس زجاجي واضافة كمية قليلة الماء المقطر وتحريكها الى ان تذوب تماما بعد ما الذوب نسكة بالمحلول الناتج في الدورق الحجمي اللي هو هذا ذو حجم خمسمية مل ونكمل سكم الماء المقطر حتى يصبح الدورق الحجمي ممتلئ اي اننا نصل الى الخط المحدد على الدورق اللي هو الخطر تمام نجي للسؤال السابع احسب حجم الماء الذي تلزم اضافته الماء اللي بدنا نضيفه الى خمسين مل اذا هاي فيه واحد من محلول عن اسيل ذو التركيز اذا هذا عبارة عن تركيز واحد ليصبح اذا بالمستقبل صار عندنا تركيزه واحد بالالف عبارة عن ام اثنين اذا استاذ معنا معطيات ام واحد ام اثنين في واحد بس في اثنين مش معنا لانه اقلي بيدي الحجم اللي لازم نضيفه اذا هون في اثنين مش معنا هاي معاك المعطيات في اثنين مش معنا كل امور معك اذا كان معك بالسؤال تركيزين حجمين حط قانون ام في بتساوي ام في شو بتحط استاذ قانون ام في بتساوي ام في او في ام في ام اللي هو اللي هو ام في ام في اللي هو عبارة عن عدد مولات بتساوي عدد مولات عوض فيه طبعا احنا استاذ اه في واحد معنا وام واحد اللي هي وينك يا ام واحد اهاي ام واحد واه بس دقيقة صح استاذ احنا لازم نحول الحجم اه للمل للتر لا بهذا القانون استاذ انا هون لازم اليمين يساوي اللي شمال اذا انا عوضت والله مل وعطنا في التاني مل عادي او لتر وليتر عادي واذا طلب مني احسب بحسب وبقول له بوحزة الثانية يعني خلص وحدي واحدة ما بتقول يتغير وتوجع راسك تمام فاحنا هون استاذ راح استخدم المل عادي وراح اكبر الجواب بالمل اذا طلب لتر بحولها تمام بعوض هسا استاذ بس اكبر منتعوضي في واحد في واحد اللي هي خمسين حكينا خمسين تقسيم الف لازم تحولها للتر صفر مع الصفر بتروح خمسة بالمية يعني صفر فاصل صفر خمسة ضرب هاي عبارة عن طبعا عن في واحد هاي في واحد هو بالانجليزي بتعكس استاذ هادي في واحد ضرب ام واحد قداش ام واحد ام واحد هاي هي هاي ام واحد اوكي تساوي في اثنين مش معانا ام اثنين هاي 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 ام اثنين هسا جدا بتساوي استاذ بدك تقسم يعني هون راح نقسم على الصفر فاصل صفر صفر واحد على صفر فاصل صفر صفر واحد بتروح هاي مع هاي اذا في اثنين بتساوي خمسمية ميل خمسمية ميل هاي في اثنين هو ش طلب مني قال لي بدي حجم الماء الذي يلزم اضافتهم بتقولي استاذ انا عندي وعاء هذا الوعاء تمام اصبح حجمه الثاني خمسمية تمام حجمه الثاني خمسمية ميل كم كان حجمه الاصلي بتقولي استاذ كان حجمه الاصلي خمسين هاي كلها خمسين طب استاذ كم ما احنا ضفنا عشان يصير خمسمية حجم الماء المضاف هنا طلع استاذ هان هون بكتب حجم الماء المضاف حجم الماء المضاف بدك تطرح الخمسين الاصلية من الخمسمية بتطلع معاك اربعمية وخمسين هذا حجم الماء المضاف فالفكرة تحكي ام واحد بتفي واحد بتساوي ام اثنين في اتنين تمام تمام بتعوض فيهم مش شرط تحول عادي خلي الوحدات زمهية وهم بتكون متشابهة بعد بترتب القانون بتزبط امورك وبتقسم بطلع معاك خمسمية ميل بدا تأكد منها صفر فاصة صفر خمسة ضرب صفر فاصة صفر واحد يساوي تقسيم صفر فاصة صفر صفر واحد بطلع معاك ام خمسمية ميل خمسمية ميل أوك ام غأ ما يطلع معاك خمسمية ميل بدا عادي تطلع نكمل معكم ان شاء الله تعالى بالفيديو القادم لا تنسى اللايك والاشتراك وبعد الحصة لكل صحابك اي حدا بتعرفه صحباتك مش عارفين خل الكل يستفيد وبس السلام عليكم